دي منتجات شركة بارك فيل دكتور محمود فراج هو صاحب الشركة ومديرها مش كده مزبوط اللي أنا عايزة بس أقوله قبل ما نبتدي إنه أنا لاحظت حاجة دلوقتي إنه إحنا بنحط الحاجة زيزو مثلا سكريبت مان بتاعنا سكريبت ريتر بتاع البرنامج قال إيه دا هو دا مصري فحضرتها قلت له آه قال آه لا دا أنا بجيبه من برا أنا معرفش إنه هذا الفيتامين للأطفال موجود في مصر وطبعا نشرح جدا لأنه يعني بيتخنق وهو بيجيب الحاجات دي من برا للأولاد فده مهم قوي إنه إحنا نتعرف على الحاجات دي منتجات دي كلنا بنستعملها طول الوقت الأطفال كبار ستات رجالة بس مهم إننا نعرف إنها موجودة والحاجة التانية إنه كنت أتمنى ما عرفش إن كانت الأمنية دي وهمية ولا لأ إنه وإحنا دخلين أي بلد في السوق الحرة زي ما بتلاقي محل بوتس ومحل مش عارفة إيه ألاقي الحاجات دي لأن دي حاجات بتتاخد في المطارات كتير جدا يعني بتبقى أهم حاجة عند الناس إنها تخش تلاقي حاجات بقى من نوع مش عارف الكريم اللي بيعمل إيه والبتاع فحضرتك اشرح لي عشان نستعرف إحنا عندنا إيه صناعة مصرية وبنافس الأجنبي إزاي؟ فضل الحقيقة في البداية يعني أشكر حضرك جدا وكل فريق الإعداد إن أنتو دوتونا الفرصة إن احنا نكون موجودين معكم النهاردة مرسي ليك يا ست كل إحنا بنفتخر جدا إن إحنا الحمد لله براند مصري دلوقتي موجود في السوق بننافس بقوة أي منتج مستورد ودايما إحنا شغالين جوه الشركة على الأساس دوت عندنا القناعة والإيمان إن إحنا مش بديل لحد لا إحنا منافس قوي بالعكس إحنا عايزين المنافسين بتوعنا يكونوا موجودين علشان دوت بيعلي معايير الصناعة عندنا بكل السوق طبع حضرتك بقى اتكلمتي في نقطة كأنك بتبقي قاعدة معانا جوه غرفة الاجتماعات في الشركة إزاي نتوسع أكبر إزاي الامتداد الدولي لنا يبقى أقوى إزاي نبقى موجودين في كل سوق حرة زي ما حضرك بتتكلمي كده بمنتج ليه هوية مصرية ودي حاجة من الحاجات اللي إحنا شغالين على تطويرها إن يبقى عندنا براند جديد هويته تماما مصرية ويبقى موجود ويبقى معروف جدا في كل الأسواق برا إنه هو ده براند مصري بيتباع وكل الناس عرفاه وضمنا الجودة بتاعته أنا حقولك حاجة دلوقتي في حاجات هنا اللي هي في الآخر دي العلب البيضة دي اللي هي الهير ثرابي كلها أو معالجات الشعر بالزبط اسمه سيرو بايب سيرو بايب بالزبط سيرو بايب ده فيه بقى مش عارف زيت للشعر مش عارف إيه أنا يعني جبت الكلكشن دي مرة مكنتش عارف إنها بارك فيل مكنتش عارف إنها مصري ده شرف لي نفسي بقى وقع على الضاعة بقى يعني حاجة من تلازينها جمدة وطلع مصري الحمد لله والحقيقة إن أنا استخدمته شوية ونسيت فدلوقتي كويس نحن لأنه كويس يعني أنا استخدمته لشعري إنه شعري مسافر على طول لا يفندي بالعفو ممكن حضرتك تناولهولين فضلك يا دكتور طبعا الحاجات اللي هي هير ثرابي ومش عارف إيه والكلام ده في هير شامبو في هير كونديشنر أيوة وفي العلاج بقى وفي الأويل في العلاج بالزبط كده في كمان الهير سبري أيوة أيوة ربنا يكرم هو بتبقى مجموعة متكاملة بنشتغل عليها بروتين معين كتير من أطباء الجلدية بينصحوا به أو معظم الأطباء بتنصح به في علاج تساخت الشعر وفي تقوية الشعرة وفي تغذية الشعر يعني هو بيشتغل على ثلاث مستوان بيشتغل على الجدر بتاع الشعرة بيغزي التربة نفسها بيغزي فروة الرأس وفي نفس الوقت العناية بالشعراية بعد ما بتطلع وتقوية البونز أو الروابط اللي بين الشعر فالشعر تطلع قوية وهلسي في نفس الوقت وصحية في نفس الوقت طيب أدي حاجة إحنا يعني أتلعت أنا استعملتها وعرفاها ده حاجة شعر حقيقي والله العظيم كويسة جداً بس أنا المصعوقة منه إنه ده منتج مصري وأنا فاكراني إن أنا يعني بارم دله وجبت بقى الحاجة في منه كمان الهير أمبول دوت برضو الحاجات العلاجية اللي عندنا هير أمبول هفتح بقى افتحي براحة ليه عشان أبوزها لحضرتك آه لأ فتديها لي ده بس كده أقول هير أمبول دولة تمانية لا أبقى سبعة والمتاع الحق والدروبر بتاعهم والهير دروبر بتاعهم برضو دي حاجات عشان يسهل استخدام للمستهل طيب ده برضو مغزل بصيلات الشعر والروتس بتاعت الشعر والتساخت الشعر بالزبط كنت طيب الشركة بقالها قد إيه بقى إحنا الشركة حالياً بقالنا 15 سنة بس طبعاً من 15 سنة ما كناش بالحجم اللي حضر ريك شايفينه ده إحنا اتنين شركة أنا ودكتور شريف باسيوني وإحنا الاتنين بتدينا واحدة واحدة الحلم كان عندنا من الأول الإيمان عند التيم اللي شغال معنا كله موجود من داي ون إن احنا نقدر ننافس معنا مجموعة كبيرة جداً من الصيادلة اللي في نفس الوقت دارسين تسويق صيدلاني كويس قوي بنقدر نبني المنتج كويس قوي يعني احنا هشعرنا نعم بالزبط بنعرف نبني البراند بقوة جداً وفي نفس الوقت الباجراوند العلمية بتاعتنا بسبب الصيادلة اللي موجودين معنا بتخلينا نطلع بروتكت فعال جداً وآمن جداً لكل الناس اللي بتستخدمها طيب تعال نستعرض بسرعة لأن الحاجات كتير وأن عايزة الناس فعلاً تستفيد من الموضوع إنها مصري وإنها كويسة دي شهادة خاصة بي أنا عارفة كويس طيب الأحمر ده بما إنه اللون جزابه جميل ده إيه؟ ده كلاري الكلاري ده منتج تاني للشعر حضرتك فيه بالنسبة لموضوع الشعر والجلد بشكل عام احنا مش كلنا زي بعض كل واحد فينا زي ليه بصمة في شعره وجلده الجلد أنواع والشعر أنواع فيه الشعر الجاف وفيه والدمجد والمعصف وأمراض الشعر أنواع كثيرة جداً وده كترة أمراض الجلدية دايماً بيتكلموا فيها وبيدرسوا فيها سنين اشترك في بقات واتشات الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه